بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم أعزائي الطلاب إلى درس جديد من دروس أحياء واحد وصلنا وإياكم أعزائي الطلاب إلى تقويم الفصل الثامن زائد الاختبار المقنن مراجعة المفردات التشابه هو علاقة مقارنة بين زوج من المفردات أكمل الجمل التالية باستعمال مفردات التشابه من دليل مراجعة الفصل في الفقرة الأولى السؤال الأول الثغورة التنفسية لعملية التنفس مثل فراغ لإخراج الفضلات الثغورة التنفسية تؤدي عملية التنفس فما الذي يؤدي وظيفة الإخراج في المفصليات نلاحظ أنابيب ملبيجي أنابيب ملبيجي لها دور في عملية التخلص من الفضلات فالثغورة التنفسية لعملية التنفس مثل أنابيب ملبيجي لإخراج الفضلات في الفقرة الثانية في السؤال الثاني العيون المركبة لأعضاء الحس العيون المركبة من أعضاء الحس العيون المركبة لأعضاء الحس مثل الفقيم ذكرنا أعزائي الطلاب أن الفقيم في المفصليات كان لها دور هام جداً في التغذي فنلاحظ أن العيون المركبة لأعضاء الحس مثل الفقيم للتغذي في المفصليات في السؤال الثالث الرأس بالنسبة للصدر في السرعوف مثل فراغ بالنسبة للبطن في جراد البحر نلاحظ أن الرأس بالنسبة للصدر في السرعوف والذي يتكون جسمه من ثلاث مناطق نلاحظ ما الذي يكون بالنسبة للبطن في جراد البحر ذكرنا أن جراد البحر يتكون جسم جراد البحر من منطقتين الرأس صدر مدموجة مع بعضها البعض بالإضافة إلى البطن تكون الإجابة الرأس بالنسبة للصدر في السرعوف مثل الرأس الصدر بالنسبة للبطن في جراد البحر تثبيت المفاهيم الرئيسة استعمل الشكل التالي للإجابة على السؤالين الرابع والخامس لدي شكل سؤالين في السؤال الرابع أي التراكيب التي تظهر عليها الأرقام في الشكل تمكن مفصليات اليابسة من المحافظة على اتزان الماء في أجسامها ما هو التركيب الذي يشير له الرقم وله دور في المحافظة على اتزان الماء داخل المفصليات التي تعيش على اليابسة نلاحظ أنه الرقم ثلاثة ويشير إلى أعضاء من البيجي وهي أعضاء الإخراج وأيضاً المسؤول عن اتزان الداخلي في المفصليات في السؤال الخامس أي التراكيب تمثلها الأرقام تستعملها المفصليات للإحساس بالرائحة في بيئاتها نلاحظ ما هو التركيب الذي يستخدم للإحساس بالرائحة في بيئة المفصليات نلاحظ أن الرقم الثلاثة يشير مباشرة إلى قرون الاستشعار والتي لها دور مهم جداً في الإحساس تستخدمها المفصليات للإحساس بالرائحة في بيئتها في السؤال السادس أي المجموعات التالية تتضمن كلمة لا علاقة لها بمجموعتها نلاحظ لدي مجموعة هناك كلمة ليس لها علاقة بالكلمات الموجودة في هذه المجموعات نلاحظ في الفقرة الأولى هيكل خارجي كايتين انسلاخ نمو فقرة الثانية فقيم فك علوي قرن استشعار زوائد قدم رأس صدر صدر ورأس بطن عين بسيطة عين مركبة غشاء طبلي وصدر نلاحظ أن جميع المجموعات متفقة في الكلمات نلاحظ في الفقرة دي العين البسيطة والعين المركبة والغشاء الطبلي جميعها من أعضاء الحس بينما الصدر من مناطق الجسم في السؤال السابع ما الذي يحدد العلاقة بين حجم العضلة وسمك الهيكل الخارجي في المفصليات ما الذي يحدد العلاقة بين حجم العضلة وسمك الهيكل الخارجي في المفصليات راعها الإنسان على سبيل المثال نوع محدد من منقار الطير يسحب الحشرات من قلف الأشجار يمكن مقارنته بملقط صغير يستطيع أن يسحب شضية من الجلد استعمل التركيب الآتية في جدولك قرن استشعار هيكل خارجي فكوك العليا قصبات هوائية غشاء طبلي سنستخدم هذه المفاهيم الخاصة بالمفصليات ونقارنها مع ما توصل إليه الإنسان من اختراعات تشابه وظائف هذه التركيب الموجودة في المفصليات نلاحظ تركيب المفصليات قرون استشعار الهيكل الخارجي فكوك العليا والغشاء الطبلي والقصبات هوائية نلاحظ قرون استشعار ما الذي يقابله من اختراعات الإنسان نلاحظ تستخدم قرون الاستشعار للإحساس فالإنسان أيضا قام من خلال اختراعات الإنسان الثيرمومتر لقياس درجة الحرارة الهيكل الخارجي والذي يحمل المفصليات له دور في الحماية حماية الجسم مثل الدروع الواقع التي يستخدمها الإنسان كالدروع التي يستخدمها الجنود في الحروب فكوك عليا تستخدم للطحن دائما لها دور في التغذية يقابلها مثل الطحون مثلا تستخدم في الأدوات المنزلية والتي لها زوائد تشبه الفكوك الغشاء الطبلي للسمع يستخدم للسمع في المفصليات ما الذي يقابله من اختراعات الإنسان نلاحظ السمعات الصناعية لضعيفه السمع قصيبات هوائية تستخدم للتنفس في المفصليات وما الذي يقابله من اختراعات الإنسان نلاحظ أجهزة التنفس التي تستخدم للتنفس للأشخاص الذين يكون لديهم صعوبات في عملية التنفس في السؤال التاسع نهاية مفتوحة ينتمي الجندب الأمريكي إلى فصيلة الجنادب النطاطة ومعظم الجنادب في هذه الفصيلة خضراء لها لون أخضر وإحيانا يظهر عليها اللون الزهري والأصفر كون فرضية تشرح السبب في ظهور اللونين الزهري والأصفر في هذه الجنادب فالجنادب لها اللون الأخضر ولكن يظهر عليها اللونين الزهري والأصفر فسنكون فرضية نشرح فيها هذا السبب فنلاحظ قد يختلف اللون لماذا يختلف اللون في بعض الحيوانات؟ ومنها المفصليات يختلف اللون للتخفي والتمويه من الأعداء أو للغذاء ووجود مادة معينة تؤثر على اللون أو بسبب كمية الضوء الذي يتعرض إليه فنلاحظ أن أغلب الحيوانات منهم فصليات قد يختلف اللون للتخفي والتمويه للحصول على الغذاء أو التعرض إلى كمية عالية من الضوء قد يتغير لون الكائن الحي في التفكير الناقد استعمل الشكل التالي الإجابة على السؤال العاشر مهن مرتبطة مع علم الأحياء المختصون في العناية بالأشجار يرشون زيوتا في بعض الأوقات على أشجار الفاكهة للسيطرة على المن الموضح في الشكل أعلى بناء على معلوماتك في تشريح الحشرات حلل لماذا تعد المعالجة بالزيوت فعالة للسيطرة على الحشرات الضرة يستخدم المزارعون يرشون الزيوت على بعض الأشجار كأشجار الفاكهة للتخلص أو للسيطرة على الحشرات الضرة فمن خلال معلوماتنا السابقة عن درسنا في المفصليات لماذا تعد المعالجة بالزيوت فعالة للسيطرة على الحشرات الضرة نلاحظ يقوم الزيت بإغلاق الثغور التنفسية فعندما يتم إغلاق الثغور التنفسية هذا يؤدي إلى اختناق الحشرة وموتها وقد يؤثر أيضا على عمليات الإخراج والحركة فيكون هنا سيطرة على الحشرات الضرة في السؤال الحادي عشر تنتج بعض الأنواع من الأزهار حرارة تجذب بعض الخنافس للعيش داخلها بين كيف يستفيد كل من النبات والخنافس من هذه العلاقة يتم تلقيح الزهرة بواسطة الخنافس نعرف أن من طرق التلقيح في النباتات الزهرية يقوم به جزء كبير من الحشرات لذا يستطيع النباتة تكاثر من خلال طرق التلقيح وجذب حبوب اللقاح من قبل الحشرات وبما أن الخنافس غير قادرة على توليد حرارة من أجسامه فأن الخنافس تحصل على بيئة دافئة من الزهرة مما يجعلها قادرة على التكاثر فنلاحظ هنا كل من الخنافس والأزهار حصل أو تمت هذه العلاقة عبارة عن تبادل منفعة مراجعة المفردات اشرح العلاقة الموجودة بين كل مجموعتين من المفردات التالية هناك علاقة بين المفردات الموجودة في الأسئلة في السؤال الثاني عشر القدمان الكلابيتان والعوامات القدمية ما هي العلاقة بين القدمان الكلابيتان والعوامات القدمية نلاحظ أن كل العوامات أو القدمان الكلابيتان والعوامات القدمية زوائد توجد في القشريات القدمان الكلابيتان تستخدم للإمساك بالطعام وتحطيمه بينما العوامات القدمية تستعمل للتكاثر وأيضا السباحة في السؤال الثالث عشر اللواقط الفمية واللوامس القدمية ما العلاقة بين اللواقط الفمية واللوامس القدمية زوائد توجد في العنكبيات فاللواقط الفمية هي أول الزوائد الموجودة في العنكبيات تقوم بعمل الأنياب بينما اللوامسة القدمية هي الزوج الثاني وتستعمل للإحساس والإمساك بالفريسة وأيضا تستخدم للتكاثر كما في ذكر العنكبوت في السؤال الرابع عشر القدمان الكلابيتان واللواقط الفمية نلاحظ أن القدمان الكلابيتان تكيفت من الزوائد التي تكيفت في القشريات لإمساك بالغذاء وتحطيمه في القشريات بينما اللواقط الفمية توجد في العنكبيات وتقوم بعمل الأنياب تثبيت المفاهيم الرئيسة استعمل الشكل التالي للإجابة على السؤال الخامس عشر لدي الشكل في السؤال الخامس عشر ما التركيب الذي يمكن أن يستعمله جراد البحر للإمساك بالغذاء وتفتيته لدي جراد البحر ما هو التركيب الذي يستعمله جراد البحر للإمساك بالغذاء وتفتيته فنلاحظ هنا القدمان الكلابيتان الزوائد التي تحورت بهذا الشكل واستخدمت له الإمساك بالغذاء وتحطيمه فنلاحظ الرقم واحد يشير إلى القدمان الكلابيتان في السؤال السادس عشر أي مما يلي لا يعد من خصائص تراكيب العنكبيات و كنا ذكرنا في دروسنا في الفصل الماضي في دراستنا على المفصليات أن العنكبيات تتميز بخصائص مهمة جدا و لاحظنا عدم وجود بعض الخصائص التي قمنا بدراستها بشكل عام في المفصليات فلاحظنا أن العنكبيات تفتقد إلى اللواقة الفمية اللوامس القدمية المغازل قرون الاستشعار ما الذي كان يميز العنكبيات من لاحظ أنها لا تحتوي على قرون الاستشعار هي تعتبر من المفصليات التي لا تحتوي على قرون الاستشعار اللواقة الفمية اللوامس القدمية و المغازل جميعها التراكيب توجد في العنكبيات باستثناء قرون الاستشعار و هي الصفة التي تميز العنكبيات عن طائفة الحشرات و طائفة القشريات في السؤال السابع عشر إذا وجدت حيوانا في تربة الغابة و لجسمه جزآن جسمه مكون من جزئين و ليس له قرون استشعار لا يمتلك قرون استشعار و كان الزوج الثاني من الزوائد كبيرا فما نوع هذا الحيوان مباشرة ليس له قرون استشعار فهو مباشرة ينتمي إلى العنكبيات و لكن حدد في السؤال أن الزوج الثاني من الزوائد كبير فمن العنكبيات الذي يتميز بالزوج الثاني كان أكبر في الحجم و كان على شكل كماشات نلاحظ أنه العقرب فالعقرب يختلف عن العناكب في أن الزوج الثاني مباشرة يكون على شكل زوائد أكبر في الحجم و على شكل كماشات في السؤال الثامن عشر ما وظيفة المغازل في العناكب الدفاع التخلص من الفضلات الدوران تكوين الحرير نلاحظ أن المغازل لها دور في تكوين الحرير و الذي يتم من خلاله عمل شبكة العناكب في السؤال التاسع عشر أي مما يلي ليس من خصائص الحلم أي مما يلي ليس من خصائص الحلم الجسم يتكون من قسم واحد بيضوي الشكل له جسم بيضاوي ينقل البكتيريا المسببة لمرض اللايم طوله أقل من 1 مليمتر و حيوان متطفل نلاحظ أن كل الخصائص تنطبق على حيوان الحلم باستثناء نقل البكتيريا المسببة لمرض اللايم فنلاحظ أن القراد هو من يقوم بنقل هذه البكتيريا التي تسبب مرض اللايم بينما الحلم يتميز بالجسم البيضاوي أيضا طوله أقل من 1 مليمتر و يعتبر من الحيوانات المتطفلة فنلاحظ أنه لا ينقل صفة أو نقل البكتيريا المسببة لمرض اللايم لا يقوم بها الحلم و إنما يقوم القراد بنقل هذه البكتيريا المسببة لهذا المرض في الأسئلة البنائية في السؤال العشرون إجابة قصيرة قارن بين أشكال الجسم لحيوان قشري مائي و عنكبوت أرضي مبينا كيف تكيف كل منهما في بيئته لدي حيوان قشري يعيش في البيئة المائية و عنكبوت يعيش على اليابسة سنقارن بينهما و نلاحظ كيف تكيف كل منهما للعيش في بيئته للقشريات زوائد للمشي في قاعد بيئات المائية التي تسبح فيها العنكبيات لها زوائد للمشي فقط على الأرض و بعض القشريات لها ذيل تكيف لدفعها في الماء في حين أن أغلب عنكبيات اليابسة ليس لها هذا الذيل فنلاحظ مجموعة من الزوائد التي من خلالها تكيفت هذه القشريات للعيش في البيئة المائية و استخدمتها في السباحة و أيضا بعض الزوائد التي استخدمتها العناكب للعيش في البيئة أو في اليابسة في السؤال 21 نهاية مفتوحة ماذا يمكن أن يحدث إذا كانت القشريات غير قادرة على الانسلاخ ذكرنا أن العملية الانسلاخ مهمة جدا للحيوانات التي لها هيكل خارجي فماذا يمكن أن يحدث إذا كانت القشريات غير قادرة على الانسلاخ ما الذي يحدث؟ لا تستطيع القشريات النمو والتوسع عندما تكون غير قادرة على الانسلاخ لأن الهيكل الخارجي لديها يعيق عملية النمو فالهيكل الخارجي صلم يؤدي وظائف مهمة يمنع تبخر الماء من جسم الحيوان حماية الجسم و لكنه يعيق عملية النمو لأنه مكون من مادة غير حية فلا تنمو و لا تتوسع من نمو الحيوان فعندما ينمو الحيوان المفصلة لا بد أن يتخلص من الهيكل الخارجي ثم ينمو ثم يعيد تكوين هيكل خارجي جديد مرة أخرى في التفكير الناقد السؤال الثاني والعشرون أرسم نموذجا لعنكبوت يستطيع التكيف في ظروف حارة وجافة مع حشرات زاحفة فقط بوصفها مصدرا لغذائه وصف هذا النموذج نلاحظ أن العنكبوت يعيش في البيئة الحارة الجافة في هذا السؤال و مع وجود حشرات زاحفة زاحفة هي تعيش على سطح الأرض قم بوصفها وهي تعتبر كغذاء لهذا العنكبوت وصف هذا النموذج نلاحظ يكون للعنكبوت الغطاء سميك و هذا الغطاء يحميه من فقدان الماء وتحمل الحرارة و يكون قادرا على نسج خيوط الشبكة على الأرض ليتمكن من الإمساك بالحشرات لأنها تكون زاحفة على سطح الأرض فنلاحظ يقوم بنسج هذه الشبكة على سطح الأرض للإمساك بهذه الحشرات ليقوم بالتغذي عليها في السؤال الثالث والعشرون فسر الرسوم العلمية بالرجوع إلى رسم جراد البحر في الشكل ثلاثة عشرة و بناء على معلوماتك عن القشريات ما التكيفات التي مكنت جراد البحر من العيش في البيئة المائية؟ فنلاحظ هنا في الصورة جراد البحر و ما هي التكيفات التي مكنت جراد البحر من العيش في البيئة المائية؟ نلاحظ القدمان الكلابيتان تعمل على إمساك بالغذاء و التحطيمه فنلاحظ زوج من الزوائد تحور على شكل قدمان كلابيتان تعمل أو لها دور في الإمساك بالغذاء و تحطيمه و له هيكل خارجي صلب للحماية و قرون استشعار لديه سوجين من قرون استشعار و العيون تستخدم للإحساس و نلاحظ العوامات القدمية متكيفة للتكاثر كما تستخدم للسباح فنلاحظ هذه الزوائد تكيفت لتؤدي وظائف تساعد جراد البحر للعيش في بيئة مراجعة المفردات اختر المفردات التي لا تنتمي إلى مجموعاتها فيما يأتي في السؤال الرابع و العشرون تحول غير كامل عذراء داخل شرنقة يرقة و البالغ نلاحظ ما هي المفردة التي لا تنتمي إلى هذه المجموعة نلاحظ في السؤال الرابع و العشرون تحول غير كامل لأن العذراء داخل شرنقة و اليرقة و البالغ كلاهما من مراحل التحول الكامل في السؤال الخامس والعشرون تحول كامل حورية بالغ انسلاخ نلاحظ أن التحول الكامل لا ينتمي لهذه المجموعة ليوجود الحورية وهي من مراحل التحول الغير كامل أو التحول الناقص في السؤال السادس والعشرون عذراء يرقى داخل شرنقة حورية فئة بالغ ما هي المفردة التي لا تنتمي لهذه المجموعة نلاحظ الفئة لا تنتمي لأن العذراء واليرقى داخل شرنقة والحورية والبالغ كلاهما من مراحل التحول في المفصليات تثبيت المفاهيم الرئيسة استعمل الشكل التالي للإجابة على السؤال السابع والعشرون في هذا الشكل السؤال السابع والعشرون أي المراحل في هذا الرسم لا تنتمي للتحول الكامل نلاحظ هذا الرسم يمثل التحول الكامل بدءا بالبيضة ثم اليرقة ثم عذراء داخل شرنقة ثم مباشرة ما هي المرحلة التي لا تنتمي إلى عملية التحول نلاحظ في الرقم أربعة لا مباشرة العذراء داخل شرنقة تؤدي إلى الحشرة الكاملة مباشرة والحشرة البالغة لا يوجد مرحلة بين الحشرة الكاملة والعذراء داخل شرنقة في التحول الكامل في السؤال الثامن والعشرون من الأمراض التي ينقلها ذباب المنزل الحمى الصفراء حمى التيفؤيد الطاعون والملاريا من أضرار الحشرات تؤدي إلى بعض الأمراض للإنسان وتسبب بعض الأمراض للإنسان من أشهرها حمى التيفؤيد التي ينقلها ذباب المنزل فذباب المنزل ينقل حمى التيفؤيد في السؤال التاسع والعشرون أذكر أو إذا كان هناك حقل تكثر فيه الحشرات إذا كان هناك حقل تكثر فيه الحشرات فأي طريقة يمكن أن يستعملها المزارع للمعالجة فترة طويلة حقل تكثر فيه الحشرات فأي طريقة من الممكن أن يستخدمها المزارع للمعالجة لفترة طويلة الهندسة الوراثية مبيدات الحشرات الإدارة الكاملة للآفات الضارة أو مقاومة المبيدات نلاحظ أن الإدارة المتكاملة للآفات هي التي يستعملها المزارع وتستخدم للمعالجة لفترة طويلة في الأسئلة البنائية في السؤال 30 قارن بين العنكبيات والقشريات والحشرات من حيث التقسيم وجود اللواقط الفمية والفقيم نلاحظ العنكبيات، القشريات والحشرات طوائف المفصليات نقارن من خلال التقسيم وجود اللواقط الفمية والفقيم جميع المفصليات لها أجسام مقسمة وهي صفة ميزة للمفصليات تميز المفصليات اللواقط الفمية زوج من الزوائد يوجد في العنكبيات هذه الزوائد اللواقط الفمية توجد في العنكبيات أو من الزوائد الموجودة في العنكبيات الفقيم، الفكوك، العليا توجد في القشريات والحشرات في التفكير الناقد في السؤال 31 كون فرضية نكون فرضية بعض أنواع الخنافس تبدو مثل النمل تبدو مثل النمل كون فرضية عن الفوائد التي يحصل عليها الخنفس الذي يشبه النمل في مظهره يشبه النمل في مظهره ماذا يستفيد من هذا الشبه؟ نلاحظ يستفيد التخفي من الأعداء في محاكاة النمل أي في تشابه مع النمل فهو يستفيد التخفي من الأعداء فلا تقترب منها المفترسات كما يسهل عليها الحصول على الغذاء عندما لا تقترب منه مفترسات من خلال محاكاة في شكله أو تشبهه بالنمل فإنه يستطيع الحصول على الغذاء في السؤال الثاني والثلاثون صمم تجربة للإجابة عن هذا السؤال لماذا يصدر صرصور الليل أصوات سقسقة؟ لماذا يصدر هذه الأصوات؟ يقوم صرصور الليل بإصدار أصوات سقسقة كإشارات صوتية هذه الإشارات الصوتية تعبر عن موطنه أو المنطقة التي يسيطر عليها وكذلك تستخدم لجذب شريك التزاوج أيضا لإبعاد الذكور عن هذه المنطقة فيقوم بإصدار هذه الأصوات كإشارات صوتية لمنطقة النفوذ التي يعيش فيها وأيضا تستخدم هذه الإشارات الصوتية لجذب شريك التزاوج في الاختبار المقنن في الاختبار المقنن أسئلة الإختيار من متعدد ما الوظيفة العامة التي يقوم بها كل من الهيكل الداخلي والهيكل الخارجي في الحيوانات وظيفة يقوم بها كل من الهيكل الخارجي والداخلي في الحيوانات نلاحظ دعم الجسم دعم الجسم يقوم بالهيكل الداخلي وأيضا الهيكل الخارجي استعمل الرسم التالي لإجابة على السؤالين الثاني والثالث في السؤال الثاني إلى أي مجموعة ينتمي هذا الحيوان مباشرة نلاحظ من خلال الشكل وبعض التراكيب إلى أي مجموعة ينتمي هذا الحيوان ينتمي إلى القشريات وهو معروف بجراد البحر أي جزء من الجسم يستعمله هذا الحيوان للتكاثر يستعمل الجزء المشار له بالرقم ثلاثة وهي العوامات القدمية أسئلة الإجابات القصيرة ما الصفات التي تميز المفصليات عن بقية اللافقارية نلاحظ الهيكل الخارجي والزوائد المفصلية في السؤال الخامس صف مراحل تكون الجنين من الزيقوت إلى الجسترولة مبينا اسم كل مرحلة واشرح ما تنفرد به من صفات مميزة وهذا كان في الفصل السادس نلاحظ تبدأ بعملية الحيوان المنوي والإخصاب ثم مرحلة الخليتين ثم مرحلة 16 خلية ثم البلاستولية وهو عبارة عن طبقة ممتلئة بالخلايا وأيضا الجسترولة كيس ذو فتحتين نلاحظ طبقتين من الخلايا له فتحة في إحدى نهايته ما الصفات التي تشترك فيها جميع الرخويات نلاحظ لها عباءة تحيط بضاءة داخلية وتكون الصدفة لها جسم طري وأيضا تمتلك قدم عضلية في السؤال السابع قارم بين دوران الدم في جسم الحشرة ودوران الدم في أي حيوان آخر من الحيوانات نلاحظ الحشرات لها جهاز دوران مفتوح يضخ الدم القلب عبر أوعي دموية ثم يعود مرة أخرى إلى القلب من خلال مناطق الجسم المفتوحة بينما في دودة الأرض وهي التي لها جهاز دوران مغلق ينتقل الدم عبر أوعي دموية ثم يعود مرة أخرى عبر أوعي دموية معينة إلى القلب قوم فوائد الهيكل الخارجي ومساوئه ذكرنا أن الهيكل الخارجي يمنع فقدان الماء ويحمي جسم الحيوان أيضا ويوفر الدعامة ولكنه في نفس الوقت يعيق نمو الحيوان لأنه مكوم مادة غير حية لا تنمو مع نمو الحيوان في السؤال المقالي الشعاب المرجانية من النظم والنظم بيئة المرتبطة بها مهددة زيادة كمية الملوثات فكمية الملوثات تهدد الشعاب المرجانية وأنواع وتتمر المواطن البيئة وزيادة النواع الدخيلة وكثرة الأمراض والتغيرات المناخ فما الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على النظام البيئي للشعاب المرجانية وحمايته ماذا نقدم أو ما هي الخطوات نلاحظ لحماية الشعاب المرجانية يجب إن شاء المحميات الطبيعية والحد من نشاطات الإنسان كتطوير الأراضي وجميع الشعاب المرجانية وجمع الشعاب المرجانية للحصول على كربونات الكاسيوم وأيضا التلوث البيئي وفي نهاية درسنا هذا اليوم أتمنى لكم أعزائي الطلاب مزيدا من التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته